قرى صغيرة بمحافظة الغربية وحدها تعطر العالم برائحة اليسامين ويخرج من إحدى تلك الكرة أكثر من نصف إنتاج العالم من زهور اليسامين البيضاء التي تدخل في الصناعات العطرية من قرية صغيرة بمحافظة الغربية إحدى محافظة الدلتة يخرج أكثر من نصف إنتاج العالم من زهور اليسامين التي تدخل في صناعة أشهر المنتجات العطرية عالميا قرية شبرة بلولا إحدى قرى مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية تشتهر بزراعة اليسمين التي تستحوذ على حوالي 257 فدانا من مساحتها بالنسبة لنا اليسمين داخل في الخمسينات أول ما داخل داخل في مصنع فخري كان هو أول بداية هنا في المنطقة كلها دلوقتي إحنا عندنا مصرح حاليا وصلت إلى 60% أعلى من 60% كمان من الانتاج العالمي نجمحها بالليل لأن طبعا بالليل بتبقى الجو طراوة وتبقى لك وتبقى نزل على هندا بيديها روح أن أنت دارفت جمحها بيديها روح أنها تعيش معك بعد كده على سابق أنت تودها المصنع يبقى فرح أنها ياخد منها زيد ويبدأ موسم حصاد اليسمين من شهر يونيو حتى شهر ديسمبر ولكن في الواحدة من منتصف الليل وحتى التاسعة صباحا قبل شروق الشمس وارتفاع درجة الحرارة بسبب أنها تفقد رائحتها العطر الفريدة وتصبح غير صالحة للاستخدام مع عدم القدرة على استخلاص الزيوت العطرية منها ويعتبر قطف الأزهار من شجيرات اليسمين التي يبلغ ارتفاعها نحو المتر أمرا شاقا حيث يحرص المزارعون على التوازن بين القطف السريع وعدم الضغط بشدة على الأزهار حتى لا تفقد زيوتها ويمكن للشخص أن يجمع في المتوسط نحو ثلاثة كيلو جرامات من الأزهار بشكل يومي لينقل المحصول بعد ذلك إلى المصنع من أجل استخراج الزيوت العطرية